مرحبا بكم في قناة أرض خبر ترأس الملك محمد السادس ببن سليمان حفلة إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى وهو مشروع هيكلي سيساهب في تأمين السيادة وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار تنفيذ رؤية الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا ويهم مشروع بن سليمان إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024 وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاق معبئة مسبقا وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد ويبلغ الاستثمار المرتقب حوالي 200 مليون أورو وسيمكن هذا المشروع الذي يعد تمرت شراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمان الاكتفاء الداتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب من الصرائد للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الإفريقية والعالم في مجال صناعة التعبئة والتغليف ترجمة نانسي قنقر